أهلا بكم من جديد مشاهدين في أولى محطتنا لهذا الصباح يعد الاكتئاب الموسمي أحد أنواع الاكتئاب المرتبطة بالتغيرات المناخية الذي يبدأ وينتهي في نفس الأوقات من كل عام طبعا اليوم هذا هو موضوع حلقتنا في هذه المحطة نتحدث عن أسباب الاكتئاب الموسمي وكيف يمكن التغلب عليه وخاصة في هذه الفترات في فصل الشتاء يسعدنا أن نصدف معنا الأخصائي النفسي وضيفنا الدائم الأستاذ خدرس رسيسي صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحك وصباح الأخوات والإخوة المستمعين يعني خلال نعطي تعريف للاكتئاب الموسمي أو الشتوي هل ننخصصه أكثر نعم يعني هو أحد أنواع الاكتئاب الأساسية وكثيرا ما يتم تصنيفه على أنه هو يعني اكتئاب له علاقة بالحال العاطفي اللي تكون موجودة عند الإنسان ومثل ما حضرتك ذكرت غالبا هو اكتئاب موسمي يحصل في فصل الشتاء أو فصل الخريف ولكن في بلدان أخرى حصل في فصل الربيع أيضا وفصل الصيف ولكن طبعا بدرجات أبسط بكثير بتم تصنيفه عادة يعني في الوثائق التشخيص الدولية زي الDSM5 اللي هي اللي صادر عن جمعية الأطباء النفسيين الأمريكان على أنه أحد أنواع الاكتئاب الأساسية وهذا مشروط أنه عادة يبدأ في فترة زمنية معينة ثم ينقشع بعد ذلك وضرورة أنه يستمر في كل عام في نفس الوقت هذا بالنسبة لوثيقة الDSM5 وما سوى ذلك هو أحد أنواع الاكتئاب الأساسية نعم يعني خلينا نحكي هل هو نحكي عن أسبابه يعني هل هو ممكن يكون قلة يعني تعرضنا لأشعة الشمس ممكن يكون هو سبب في حدوث هذا الاكتئاب ولا في أسباب أخرى يعني هو هذا أحد الأسباب الأساسية أو على الأقل أحد الأسباب اللي يؤمن بها كثير يعني من المختصين في هذا المجال طبعا يوجد أسباب أخرى جزء منها يعني هو وراثي وإلى علاقة بالتنشئ أيضا فإذا نشأ الطفل في بيت اللي كانت الإن دايما بيحصل معها هذا الشيء أو الأب يعني فعلى الأغلب أنه الأبناء كمان أو أحدهما على الأقل يعني رح يتقف أثر والدي في هذا الاضطراب البعض اعتبر أنه إله علاقة مباشرة بتعاقب الليل والنهار يعني اللي احنا بنسميها يعني الساعة البيولوجية اللي بتكون موجودة عند الإنسان اللي صار مدية باللغة العربية وأنه عادة يعني اللي اعتاد مثلا على نشاط وهمه ضمن فترة زمنية أطول في فصل الصيف بتقل في فصل الشتاء فبالتالي بدخل في نوع من أنواع الاكتئاب المختصين اللي إلهم وجهة نظر يعني الميالين للتفسير العضوي شافوا إنه إله أسباب أخرى إلها علاقة يعني ببعض الاضطراب اللي يصيب النظام الهرموني اللي عند الإنسان عنا هرمونين أساسيات واحد منها هرمون السيروتونين اللي غالباً إله علاقة بالهمة والنشاط واللي مجازاً يعني يسمى هرمون السعادة وعننا هرمون آخر اللي هو ميلوتونين اللي عادة يعني ينشط وتزداد يعني غزارة إنتاجه في الجسم في الأوقات اللي بيكون فيها يعني ساعات ما غير الضياء اللي هي العتمة والظلام فإذا طبعاً يعني خلال فصل الشتاء يعني مثل ما حضرتك بتعرفه بتكون ساعات النهار في العادي أقل يعني ونسبة الضوء والنور بتكون أقل فبالتالي بتكون فرصة لهذا الهرمون حتى يتم إفرازه في الجسم يعني بكميات أكبر ويعني هذا الهرمون يسمى هرمون النوم حتى بعض الأطباء بيوصفوه أحياناً لمساعدة الأشخاص اللي عندهم مشاكل في النوم فيه كمان بيحكوا أنه هذا الهرمون أو هذا الهرمون هو مفيد كمان لأنه يعني النوم الصحي لازم يكون نوم بدون إضاءة لعشان الهرمون هذا يفرز في الجسم صحيح صحيح وهذا طبعاً شيء ضروري للإنسان ولكن غالباً يعني بيفرزوا الجسم بكميات أكبر لما بيترافق مع يعني دوام أو لما بطول ساعات الظلم والعتم ومثل ما ذكرنا أنه بعض الأطباء حتى نظراً لا إمكانية إنتاج هذا الهرمون كيميائياً أنه بيوصفوه على شكل عقاقير للأشخاص اللي عندهم مشاكل في النوم كمان بعض النظريات اللي بتفسر الاكتئاب الموسمي الاكتئاب الموسم العاطفي يعني اللي احنا بنقصده أنه لاحظوا في بعض الدراسات أنه بيزيد أكثر في البلدان اللي في القطبين أو اللي أقرب لنقطة الشمال يعني بمعنى آخر الأبعد عن خط الاستواء فإحنا في منطقة محظوظين فيها لأنه إحنا إلا حد ما يعني مش ملاسقين لخط الاستواء ولكن إحنا في منطقة وسطة تقريباً ما بين خط الاستواء ومناطق الشمال هي وجهات نظر كثيرة لتفسير هذه الظاهرة اللي يعني تكاد تكون غريبة ومهم جداً نذكر يعني أنه هو يعني تردي المزاج في فصل معين من السنة لا يعني أنه أنه الإنسان أصيب بالاكتئاب ولكن واضح أنه الإنسان في هذه المرحلة بيكون مش في أبهى صوره يعني يعني إذا كان الشخص لقباله هو مكتئب كيف لقباله ممكن يعرف أنه هو في دخل في حالة اكتئاب وشو الإشياء الممكن وهل بيكون هذا الأمر طبيعي ولا مش طبيعي ممكن يتطور لأكتئاب أعمق من هيك يعني هو الناس اللي بتعيش مع الشخص اللي ممكن يعاني من الاكتئاب هم أقدر ناس على يعني رصد التغيرات على هذا الإنسان لأنه بيكونوا اعتادوا منه مثلاً على نمط معين من الأداء من الهمة من الحيوية من المشاركة الاجتماعية لما يعني هاي الأشياء بتتلاشى بيبدو الناس يلاحظوا أنه هذا الشخص يعني مش في القوام العام مش في الصورة اللي تعودنا إننا نشوفه فيها فغالباً يعني الأهل أو اللي بيعيشوا مع هذا الشخص ممكن يلاحظوا هذه الأشياء يعني بسهولة أو إذا كان مثلاً يعني زملاء وقرناء العمل ممكن يلاحظوها أيضاً على زميل من زملاء هم إنه مش هاي الصورة اللي تعودوا يشوفوا عليها الآن يعني معرفة هذا الشخص سنوات أطول بتخلي اللي حولي يعتقدوا إنه دائماً هذا الشخص مزاجه بيكون سيء مثلاً في فصل معين وطبعاً من خلال بعض الأعراض يعني هي بعض الأعراض اللي بتظهر على الأشخاص اللي بيكون عندهم اكتئاب موسمي بتكون من يعني من تلقاء نفسها توحي إنه هذا الشخص مكتئب لأنه عادةً بيكون ميال للحزن أكثر حتى الاسم غريب يعني إنه الاختصار هو يعني سيزون الأفكتب ديس أوردر اللي بسموها ساد وساد معناها حزين يعني حتى الاختصار إله علاقة بالتسمية أيضاً نعم فبيكون المزاج حزين بتكون الهمة فاترة بيكون الإنسان يعني عنده قابلية للإحساس بالتعب أكثر من الفصول الأخرى بهاي الحالة لما الشخص بحس حاله أنه دخل في هذه الحالة من الاكتئاب في هذا الموسم خلينا نحكي نتيجة الأسواب اللي ذكرناها شو ممكن يعمل حتى إنه إما يخفف عن حاله أو يتخلص من حالة الاكتئاب اللي يدخل فيها يعني ممكن الإنسان ما يعرف في البداية أنه هو مصاب بهذا النوع من الاكتئاب ولكن لما هذا النوع من الاكتئاب بترافق معه في كل سنة بتكرر على مدار عدة سنوات بيبدأ الإنسان يشعر من تلقاء نفسه أنه غالباً يعني وضعه بيكونش في أحسن حال في هذا الفصل بالذات زي فصل الشتاء وفصل الخريف اللي هي النسبة العظمى يعني من الأشخاص اللي تصاب بهذا المرض بتكون في فصل الخريف وفصل الشتاء طبعاً الشخص اللي بشعر أنه يعني في هذا الفصل يصاب بهذا المرض المفروض أنه يقوم بمجموعة من السلوكيات أو التصرفات أو طلب المساعدة اللي يخلي هذا الفصل ينقضي بأقل ضرر ممكن أو بأقل مستوى من الشقة إله وللناس اللي موجودين في محيطه لأنه بتظهر أعراض وممكن تكون مؤذي للشخص وللناس اللي موجودين حواليه زي الشعور بالحزن مثلاً وفتور الهمة وأحياناً فقدان الشهيلة اللي يصاب بهذا الاضطراب في فصل الصيف أو الربيع وزيادة الشهية وخصوصاً الكربوهايدرات السكريات يعني في هذا الفصل يصبح عنده رغبة أكثر يعني لتناول هذا النوع من الطعام فزيادة الشهية زيادة ساعات النوم والخمول وأحياناً كمان الإحجام عن كل المناسبات الاجتماعية يعني نشعر أنه منزوي بالضبط منيح أنه الجو هيك علشان ما حد يزور حدا يعني نعم طب كيف ممكن هذا الاكتئاب الموسمي ممكن يأثر على علاقة الشخص في الأشخاص الآخرين يعني لما الإنسان بيكون بهذا المستوى من الجمود وبهذا المستوى من العزلة طبعاً ممكن يخسر بعض أصدقاء وممكن مثلاً أنه يبث حالي من الإحباط أو حالي من الحزن داخل البيت يعني فبالتالي كل الآخرين بدهم يتأثروا خصوصاً إذا كان هذا الشخص هو باعث الطاقة الإيجابي الأساسي في البيت يعني مرات في البيت بيكون شخص اللي كل العائلة بترتكز عليه هو عادة بعطيهم الطاقة والحيوية والنشاط فإذا هو كان يعني أصيب بهذا الاضطراب معناها كل العائلة الآن يعني بتعاني معه بطريقة معينة كمان من الأضرار تاعته أنه تراجع الأداء يعني حتى المستوى الاقتصادي بتأثر لأنه بعضهم في هذا الفصل بقل نشاطه وحيويته ومثابرته في العمل فبالتالي بتضيع كسلباً على وضعه الاجتماعي والاقتصادي والعاطف والعائلي يعني بالدرجة الأولى نعم كمان خلينا نحكي أنا ذكرنا عن الاكتئاب الموسمي اللي بيحدث بفصول معين زي فصل الخريف والشتاء ولكن فيه اكتئاب ممكن يكون مش موسمي مش عارفة إيش علاقته مثلا خلينا نحكي كالمرأة الكبيرة شوي بالعمر اللي بعد ما تنقطع عليها الدورة شهرية ممكن إنها توصل لمرحلة يصير عندها اكتئاب شو علاقته هذا بالمرأة بهاي الفترة بالعمر يعني هو الاكتئاب من الاضطرابات الأكثر انتشاراً وحتى مراجعة الأدبيات توحي بأنه من أعقد الاضطرابات النفسية لأنه غالباً الاكتئاب قد يكون على ضخامته هو أحد أعراض مرض آخر يعني الشخص اللي عنده فصام أحياناً تظهر عليه علامات الاكتئاب الشخص اللي عنده مثلاً كرب ما بعد الصدمة أو غيره غالباً تظهر عليهم أعراض الاكتئاب وحتى يعالجوا بمضادات الاكتئاب فالاكتئاب نظراً لا تشعبوا انقسم لعدة أجزاء منها الاكتئاب الرئيسي مثلاً اللي أحد فروعه مثلاً وحالة المزاجية عند الستات لما بتبدأ تفقد خصوبتها يعني في سن معين بعد الثمانية وأربين أو بعد الخمسين سنة وفيه اكتئاب خاص يعني بكبار السن الأشخاص اللي بيكونوا مثلاً بعد عمر السبعين سنة غالباً انه بيبدأ يشعر انه فقد أهميته في الحياة مثلاً وانه الدور تبعه بيكون فيه يعني أشخاص كثر وهم استغنوا عنه بالضبط وكمان يعني غالباً بيكونوا غير منتجين من ناحية اقتصادية طبعاً بيكفر اللي عملوه في حياتهم السابقة ولكن الإنسان بيعز عليه يعني انه يتوقف في أي مرحلة معينة من مراحل اللي الحياة وهم قادر ممكن يكون لسا قادر له بالضبط إذا كان يشعر بالقدرة الجسدية والعقلية بيكون الحال أصعب طبعاً لأنه لا زال بيشعر أنه قادر يساهم لربما بمستوى حتى أفضل من اللي أصغر منه سنة فطبعاً هذا الإحساس بالتحييد أو فقدان الدور المركزي في الحياة بدها تكون له ردود فعل على سلوكيات وعلى تفكير هذا الشخص وبالتالي ممكن تقود لحاله من تدن المزاج اللي إذا تفاقمت ممكن تصل لمستوى من الاكتيار كمان شيء آخر إليه علاقة بالسيدات مدام كان هذا سؤال حضرتك إنه غالباً يعني أو فيه نوع من الاكتئاب اللي إليه علاقة بالولادة يعني بعض الستات مثلاً ممكن يصير عندها اكتئاب ما بعد الولادة وهذا إله أعراضه أيضاً فبالتالي لربما يعني أن يكون بعض أنواع الاكتئاب إلها علاقة بالجنس يعني تصيب النساء أكثر ما تصيب الظكور ولكن في المجمل العام هو اضطراب يعاني منه فئات كبيرة في المجتمع يعني في كثير من الناس زي ما حكيت أنه هذا بيكون في فصل الشتاء بيصير في زيادة في الشهية وممكن يؤدي إلى زيادة في الوزن بالتالي بتزيد حالة الاكتئاب عندهم لهذه الناس وهاي كمان عوامل تساعد على الاكتئاب هل في عوامل تانية ممكن الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية اللي حوالينا الشخص كمان ممكن يزيد غير خلينا نحكي أنه تغير المزاج وتأثير الشمس كمان على الشخص بالضبط يعني هو فعلاً زي كرة الثلج يعني إذا بدأت في منطقة معينة ممكن تتفاقم وصير الحاجة انتباحة أكبر فإذا بدأ يعني تظهر أعراض مثلاً الاكتئاب الموسمي اللي هي تفاقم الشهية وزيادة الوزن إذا زاد الوزن بده يزيد الحالة المزاجية سوء طبعاً خصوصاً للأشخاص اللي برغبوش في زيادة وزنهم أو اللي بيعتقدوا أنه هذا أفقدهم جزء من رشاقتهم أو جمالهم مثلاً يعني كمان يعني الابتعاد عن الحياة الاجتماعية وقلة المحفزات والمثيرات والمنبهات الإيجابية في حياتهم الاجتماعية كمان بده تزيد الوضع سوء طبعاً إذا كان الشخص في عنده مشاكل اقتصادية معناها تهيأت الفرصة لتطور ردائة الحالة المزاجية لمرض الان اللي هو الاكتئاب وكل ما يعني إن وجدت ظروف يعني غير إيجابية في حياة الشخص معناها بتحفز ظهور المرض أكثر ما تحفز ظهور حالة التعافي اللي عنده نعم طبعاً خلينا نحكي دكتور يعني ليش الناس ممكن يكون عندهم اعتقاد هلأ إحنا تصل خريفة الشتاء إنه أي حدا اكتئاب لأنه هو اكتئاب موسمي ممكن يكون مش اكتئاب موسمي بصدفة حدث بهذا الفصل فبالتالي هو ممكن يكون مش اكتئاب موسمي زي ما ذكرنا ممكن يكون اكتئاب من نوع آخر زي ما ذكرت فروعه كثيرة ولكن صدفة إنه أجا بهذا الفصل يعني ممكن يكون أنا مثلا بعملي ممكن يعني خلينا نحكي بيئة العمل كانت مش مناسبة أو مش محفزة أو أحبطتني نوعاً ما فأنا صار عندي اكتئاب فأنا صرت أحكي قال لي إنه إحنا بفصل الشتاء فأنا عندي هذا الاكتئاب ولكن يكون ممكن يكون سبب تاني فكيف الواحد من نفسه ممكن يشعر أو يعرف شو هي أسباب الاكتئاب أحسنتي يعني هو أولاً تعاقب المرض مع تعاقب الفصول هو أحد أهم شروط تشخيص الاكتئاب الموسمي يعني إذا حصل لمرة واحدة لا نستطيع أن نسميه اكتئاب موسمي إذا تكرر على مدار ثلاث سنوات فأكثر فواضح إنه هذا مؤشر على إنه شيء ما بيعاني منه هذا الشخص في هذا الفصل وشرط إنه كل فصل يصير معه هذا الاكتئاب بالضبط ويصير بالضبط بالضبط وبنفس الدرجة من السوء أو أسوأ مش أفضل إنه عادةً بيكون مستوى معين يعني من السوء اللي غالباً ممكن يزداد مع السنوات مش يقل يعني الشرط الآخر إنه تتلاشى الأعراض بمجرد انتهاء الفصل اللي بنتحدث عنه هاي شروط أساسية علشان يتم اعتماده على إنه حالي من الاكتئاب الموسم من المهم جداً إنه نعرف إنه الإنسان يعني في أي فصل من فصول السنة ممكن يعاني من أزمة معينة في حياته إما أزمة إلها علاقة بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحالة العاطفية أو مشاكل الحياة ومشاكل الحياة كثيرة عادةً فإذا اترافقت ضغوطات معينة أو مشاكل معينة في أحد الفصول من السنة من الضروري ننتبه يعني إنه هذا مش حتماً هو اكتئاب موسمي ولكن يعني حالة مزاجية سيئة إلها علاقة بظروف محيطة كثيرة فهذا يعني من المهم الانتباهي وهي بتزول مجرد زوال المشكلة نفسها بالضبط اللي ما بيكون إلها علاقة بزوال الفصل نفسه يعني إلها علاقة بزوال المشكلة أو زوال أسباب المشكلة الآن مهم نتذكر إنه بعض الأشخاص حصلت محهم أحداث معينة في أحد الفصول زي الفقدان مثلاً الناس اللي فقدوا حد عزيز عليهم أو اللي واجهتهم مثلاً مشكلة كبيرة يعني في حياتهم في فصل معين بالضبط كل ما يعني يجي هذا الفصل بيبدأ يستعيد الذكريات كلها لأنه الفصل بالنسبة لهم هو منبه شرطي صحيح يعني عملية اقتراعية فشخصين انفصلوا في علاقة معينة مثلاً بفصل الشتاء فبربطوا فصل الشتاء بهذا الفقدان أو الفراق خلينا بحكي بالضبط هذا اللي احنا بنعمله في العلاج إنه احنا بنعمل على تبرئة الفصل من المشكلة اللي حصلت يعني يعني بوصلوا الاكتئاب شديد وعميق ما بيقدروا يطلعوا منه بالرغم من كل العلاجات ممكن توصل لمرحلة فيهم إنه يروح يصير في عندهم انتحار بدون وعي بكونش عندهم وعي لا وعيتهم هو بيخليهم يعملوا اشيهم مش مقتنعين فيه ولكن نتيجة الاكتئاب فلو نحكي أكثر عن خطورة الاكتئاب لوين ممكن توصل نعم يعني هو الاكتئاب غالباً يعني لا ينتهي بالانتحار الانتحار درجة العادي إنه نعتقد إنه نسبة الانتحار أعلى ما تكون عند مرضى الاكتئاب والدراسات العلمية بتحكي غير ذلك إنه أعلى نسبة للانتحار هي في اضطرابات أخرى منها الفصام ومنها يعني اضطرابات نفسية أخرى مش دائماً الاكتئاب هو الأعلى ولكن هو من الأعلى أيضاً الاكتئاب الموسمي بالذات مدام هو موضوع حديثنا هو أحد أعراضه إنه بعض الأشخاص ممكن يفكر ينهي حياته نتيجة لردائة الحالة النفسية اللي بصل إلها علشان هيك طبعاً إذا يعني الاكتئاب هو من الأمراض النفسية اللي تستدعي الانتباه وتستدعي المتابعة المبكرة يعني هو مش من الأمراض اللي المفروض نسكت عنها ونستنى نشوف كيف بصير الوضع على مدار السنوات اللاحقة وإنما من الاضطرابات اللي يستحسن إنه يتم التعامل معها بصورة مباشرة وبصورة مبكرة يعني إذا شعر الشخص مثلاً إنه هو مش في الحالة الطبيعية تعته وإنه صار عنده نظرة سوداوية لنفسه للحياة المفروض إنه يبحث عن مصادر المساعدة بصورة مبكرة الانتحار طبعاً يعني هو يعني إحدى الحالات اللي ممكن تحصل في كل أنواع الاكتئاب بما فيها هذا الاكتئاب فالأصل إنه قبل ما نصل لهذه المرحلة ننتبه إنه بيبدأ الشخص يشعر مثلاً بكراهية الحياة بيكونش بالنسبة إله يعني دعوة محببة مش طائق حداً ولا هو ديشب حداً يعني لما حدا بيحكي له الله يطول عمرك بيعتبر إنه هاي الدعوة ضده مش لصالحه يعني لأنه هو غير مقبل على الحياة لما بيبدأ الإنسان ينشغل في ما بعد الموت وبيغادر الاهتمام بالأنشطة والمهام المطلوبة منه في حياته معناها هذا الإنسان بدأ الآن يعني يدير ظهره للحياة وبالتالي قل الاهتمام فيها كل هاي أعراض أولية اللي المفروض إنه تستدعي تدخل يعني نعم يعني خلينا نحكي كمان ملاحظة أخيرة قبل ما ننهي هاي الفقرة إنه مثلا ممكن أنا أكون دخلت في مرحلة اكتئاب وأنا عارفة إني أنا عارفة السبب هذا الاكتئاب خلينا نحكي ولكن خلص دخلت في هاي الحالة من الاكتئاب ولكن إذا شفت مثلا ديالة صديقتي وشفتها مكتئبة خلينا أحكي فبنصح حالي وبصير بدي أخرجها من حالة الاكتئاب اللي هي فيها وأقنعها إنه لأ عادي وما في مشاكل معني أنا ممكن أكون مكتئبة زيها ولكن بدي أخرجها من الاكتئاب اللي هي فيها فممكن بهاي الحالة أنا ببطل مكتئبة ما بعرف ليش ممكن إذا بتصير هاي طبيعية ولا بس عندي بحية هذه طبيعية يعني من الدرجة الأولى وهذا بقودنا لموضوع آخر بدك تعطيني شوية وقت أحكي عنه إنه إحدى النظريات نظريات العلاج الجماعي إنه نجمع الأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية مع بعض لأنه كل واحد فيهم قادر إنه شوف في عيون الآخر الأشياء اللي ممكن ما يشفوها حتى المختصين في هذا المجال وفعلا المكتئب لما بيبدأ يساعد في شخص مكتئب آخر هو بقدم له اللي بيتمنى حدا يقدمه له فبالتالي بساعد هذا البني آدم مثلا إنه يكون نظرته متوازنة أكثر للحياة إنه شوف الأشياء الجميلة فيها اللي هو مش قادر يشوفها نفسه فإذا شعر أحسنتي إذا شعر إنه كلماته يعني بلغت مستوى إيجابي في الشخص الآخر بيبدأ يشعر بقيمة الكلمات اللي هو ذكرها للآخرين وبعدين بتذكر إنه الصدقة تبدأ في البيت فبيبدأ الآن النصائح اللي قدمها للآخرين وشاف إنه أثرت فيه مساعدتهم وعطتهم دفعة معنوية عالية بيبدأ الآن يعيد التفكير فيها كأنه فحصها في الأول معهم والآن أيقا إنها ممكن تساعد فبيبدأ يستثمرها أو بيبدأ يطبقها في حياة وهذا ليس في الاكتئاب فقط كثير من الأمراض النفسية بنحب ندمجهم إحنا مع بعض يعني وبنعمل معهم نوع من العلاج الجماعي وغالبا بتكون قدرتهم على المساعدة يعني مبهرة بس ممكن أستاذ خضر يعني في كتير من الناس لساتهم عندهم الوسم إنه ما بدهم يعرف حدا مشكلتهم أو خلين ما اعتبروا إنه المراض النفسي هو يعني وسمة عرخل بالضبط آآ بالضبط إنه أي أنا رايح عند دكتور نفسي معناته أنا راح الناس تفكر فيه إشي معي إشي بسيروا يبتعدوا عني فبسير عندهم في ناكس كتير ممكن لهلأ إنه ممكن خفت هاي الظاهرة ولا كان لساتها موجودة إنه يكونوا متخفين في إشياء معينة يلبسوا إشياء معينة قبل ما يروحوا على الدكتور النفسي حتى إذا لحظوا إنه ما يعرفوهش إنه هو عطول يعني لأنه بيكون خايف حذ يعرف إنه خصوصا إذا كان قدام الناس إنه هو كتير إنسان طبيعي ولكن لما يرجع على بيته وعلى داخله ويحكي مع ذاته بيكون هو مكتئب للناس هو ما بيبين إنه هو مكتئب نعم يعني هذا صحيح هذا موجود في مجتمعنا ولا ربا في مجتمعات أخرى أيضا وهذا مشكلة اللي هي الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي يعني الناس تتحدث عن أي مرض آخر في المواصلات العامة إنه عنده سكر أو عنده ضغط ولكن لما بنصل للحديث عن الأمراض النفسية بيبدأ الآن اللي هو التخفي وأحيانا المعاناة بصمت وهذا كله ملوش مبرر يعني المفروض أنه الإنسان الحياة كثير ثمينة وأنه عشان نشعر بقيمة الحياة ونشعر بالسعادة في الحياة هو ليس فقط العافية الصحية الجسدية ولكن العافية النفسية أيضا فمهم الناس تعرف أنه يعني إذا كان بعاني من شيء معين بدل ما يعني يحمل نفسه معاناة وشقاء هو في غنى عنها بيمكانه راجع مختص مثلا أو مرشد نفسي أو على الأقل يفصح عنها لأصدقائه وبالتالي بتخلص من مشكله ومش مضطر أبدا أصلا الإشي النفسي اللي بيكون عند الإنسان بينعكس على المرض الصحي مثلا الجلطات الزعل يؤدي إلى الجلطة أو إلى ارتفاع ضغط الضم فكتير من المسببات النفسية هي تؤدي إلى أمراض صحية فبالتالي المرض النفسي هو زي أهميته يعني معالجته زي معالجة المرض أي مرض صحي تاني هذا صحية وهذه يعني نظرية كاملة في الصحة النفسية اللي هي الازدواجية لما بين الجسم وما بين العقل لما الإنسان بتكون حالته النفسية سيئة غالبا الحال الجسدي بدا تتأثر منها مستوى التنفس اللي عنده الألام الجسدية الأخرى خصوصا الأم المعوية ولما الحال الجسدي بتكون سيئة كمان تتأثر الحال النفسي هذا يعني مؤكد نعم نعم يعني دكتور خدر رأس رأس أخصائي نفسي نشكرك كثير على هذه المعلومات وعلى هذه الفقرة نتمنى لكل يكون استفاد من هذه النصائح شكرا جزيلا لكم دائما ننتقل لمشاهدينا لفاصل بعد نكملين قوم معنا